في هذا الوادي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأنبياء فمن هو ذلك النبي؟ وما اسم هذا الوادي؟ يقع هذا الوادي في منطقة اسمها خليس وهذه المنطقة تقع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبعد عن مكة 160 كم تقريبا واسم هذا الوادي هو الوادي الأزرق وسمي بالأزرق لأن المياه كانت فيه كثيرة حتى أنهم كانوا يصفونه بالأزرق وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي وادي هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق فقال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية جؤار يعني يرفع صوته ملبيا إلى الله بالحج وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي فهذا هو وادي الأزرق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم